مع تقدم القطاعات العسكرية نحو مركز مدينة الفلوجة تزداد أعداد المدنيين الفارين من المعركة باتجاه ملاذات أمينة بعيدا عن ساحة المعركة متحدين الحظر الذي يفرضه داعش على خروجهم قيادة العمليات المشتركة أعلنت تأمين أول مسار لخروج المدنيين والذي يعرف باسم تقاطع السلام إلى الجنوب الغربي من الفلوجة وعلى الرغم من وجود طرق أخرى أعدت مسبقا إلا أن هذا الممر هو الأول الذي تم تأمينه بالكامل حيث كان الفارون يسيرون لأيام بين نيران القناصة والعبوات النسفة التي زرعها التنظيم على طول الطرق لتأخير تقدم الجيش كما أدى نعدام الطرق الأمنة إلى جعل رحلة الهروب خطيرة للغاية حيث أفادت تقارير سابقة أن عشرة أشخاص على الأقل غرقوا أثناء عبور نهر الفرات المجلس النرويجي لللاجئين في العراق والذي يساعد السكان على الفرار من المدينة أشار إلى أن نحو أربعة ألاف شخص فروا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة عبر تقاطع السلامة متوقعا أن يتمكن الألاف من المغادرة خلال الأيام المقبلة ليتجاوز أعداد النازحين منذ بدء العمليات العسكرية الأربعة وعشرين ألف شخص طريق الخروج من الفلوجة لم يكن العقبة الوحيدة أمام المدنين الفارين فظروف المعيشية التي تنتظرهم في المخيمات تزداد صعوبة كلما ازدادت أعداد النازحين إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد بعض الفصائل المشاركة بقوات الحجد الشعبي بحسب مسؤولين محلين ودوليين حيث أشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى امتلاكها تقارير وصفتها بالمحزنة وذات المصداقية عن تعرض مدنيين فارين من الفلوجة إلى انتهاكات وصلت بعضها إلى حالات إعدام